مساء النور أمينة ومساء الخير مشاهدنا جمعة مباركة للجميع إن شاء الله الأمطار الرعدية بحول الله رح تكون حاضرة مساء اليوم على أغلب المناطق الجنوبية للبلاد وإن شاء الله خلال الساعات المقبلة الأمطار رح تتقدم حاضرة بحول الله بعد الظاهرة وهذا على المدن الداخلية الغربية والوسطى ودائما على أقصى الجنوب وصولنا لغاية مرتفعة الأهكار والتأسيل بالإضافة لكل ذلك مشاهدين درجات الحارة إن شاء الله اليوم غد بشمال البلاد نوم عن ما رح تكون درجة الحارة نقدر نقول لها لطيفة وهذا بسبب النسمات البحرية لتخلي درجة الحارة تنخفض ولو نسبيا مقارنة بالأيام الماضية لكن إن شاء الله تعود الأجواء الحارة من جديد لتخص المناطق بالضبط المناطق الغربية والوسطى بارتفاع إن رح يكون محسوس ودرجة حارة تكون قياسية إن شاء الله وهذا بداية من يوم الأحد المقبل بحول الله نشوف التفاصيل ونبدأ النشر فيما يخص التنبيه الذي أصدرته نهار اليوم مصالح الأرصاد الجوية حيث أكدت من خلالها التساقط الأمطار الرادية معتبرة محليا بكمية تنتصر إلى غاية 15 أنمى لمدر بداية من منتصف نهار اليوم لتستمع الأمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الولايات المعنية كل من ولاية 8 نرس جانات وكذلك ولاية إليز إن شاء الله يا رب تكون أمطار خيب بالحديث عن الأمطار رح نشوف مع بعض خلال توزيع التساقط الأمطار إن شاء الله خلال الساعات المقبلة بداية من يوم غدا السبت ولا غاية يوم الاثنين بحول الله نحظه ستكون أجواء مستقرة وصائف في صافية أقول على أغلى ولاية الوطن خلال صبيحة حتى الظاهرة وكذلك الفترة الليلية لكن الأمطار رحديا نحظه فيها تكون دايما حاضرة وبقوة خاصة بعد الظاهرة في حدوث الساعة الواحدة بعد زوال إلى غاية الساعة السادسة مساء على أغلب المدن الداخلية بالخصوص الغربية كما نحظه في الصورة وحتى على أقصى الجنوب وصول إلى غاية مرتفعة الأهقار والتساقط الأمطار تكون معتبرا محاليا وهي أمطار موسمية الآن نحن نشوف مع بعض بالنسبة لخلال توزيع الكتل الهوائية ودرجات الحارة إن شاء الله المرتقبة خلال الصاعات المقبلة خلال ظهيرة يوم غد السبت إن شاء الله نحظه مع بعض درجات حارة نوعا ما فصلية رح نسجل خاصة على وسط وشرق البلاد ما بين حوالي 25 حتى 30 درجة بالمناطق الغربية ما بين 30 إلى غاية 35 درجة لكن النسمات البحرية يوم غدا إن شاء الله خاصة على السواحي الغربية وكذلك الوسطى للبلاد تكون رياح نوعا ما تخلي درجة الحارة تنخفض أكثر فأكثر من شعرش بتقصى حارة إن شاء الله اليوم غد السبت بالنسبة للمناطق الجنوبية كتل هواية حارة ودرجة حارة قياسية تسجل دائما على مدينة تندوف رقان إن صالح كذلك على أدرار وحتى على منطقة إليزي وكذلك على منطقة إنكزام وبرج بجمختار ب46 درجة مئوية تحت الضيل بالنسبة ليوم الأحد بداية الأسبوع إن شاء الله وكذلك يوم الأحد بحول الله يكون أول أيام امتحانات شهادة البكالورية إن شاء الله يقولون حظ موفق مسبقا والأجواء رح تكون حارة رح تكون هناك موجة نصحة القلوة ودرجة حارة قياسية يرتقب أن تسجل على غرب ووسط البلاد كما نلاحظه في الصورة وحسب مفتاح الخارطة فإن درجة الحارة إن شاء الله رح تترمح من حوالي 30 إلى غاية 42 درجة مئوية تحت الضيل إن شاء الله مرتقبة لظهيرة يوم الأحد بالنسبة لشرق البلاد ما بين حوالي 28 حتى 35 درجة بالمناطق الجنوبية 47 درجة مئوية تحت الضيل مرتقبة على بناء باستين دوفرقان أدرار كذلك على إنصالة حتى على مدينة المنيعة وحتى كذلك على ورقلة وذل يوم الأحد نفس الكتلة الهوائية والأجواء الحارة تبقى دايما تخص كذلك أغلب ولايات الوطن ليوم الاثنين يوم الاثنين يوم الاثنين احترتفى أكثر فأكثر بشمال البلاد كما نلاحظه نرتقب أن تلامس عتبة 45 درجة مئوية تحت الضيل على كل من مدينة غريزة معذكر كذلك على مدينة تأشلف إن شاء الله الآن نحن نشوف حالة البحر بحول الله خلال الساعات المقبلة بداية من يوم غد السبت ولغاية يوم الاثنين نوعا ما حيكون بحر قليل اتراب إلى مطرب وهذا على طول شريط الساحل كما نلاحظه في أسوار يحسر عتها ما بين حوالي 40 حتى 50 كم في الساعة اتجاه الموجة إن شاء الله رح تكون شمالية شرقية وهذا على السواحل الغربية والوصلة وتكون شمالية تماما إن شاء الله على السواحل الشرقية للبلاد الآن نمر توقعات طويلة المدى حسب خلال الضغط الجوي بداية من يوم غد السبت إن شاء الله وإلى غاية يوم الاثنين عشرين من شهر الجوان يعني آخر أيام فصل الرابع نلاحظوا مرتفع للضغط الجوي يستمر في السيطرة على أغلب ولايات الوطن خاصة الجهة الغربية والوسطى للبلاد كما نلاحظوا في صورتكم درجة حرقية سيطرة إن شاء الله مرتقبة خلال الساعات المقبلة حتى الأيام المقبلة بيعاتبت تصل إلى غاية الخمسين وأربعين درجة بشمال البلاد وسبعين وأربعين درجة بالمناطق الجنوبية نلاحظوا يعني نفس الكتلة الهوائية التي تخص الجنوب البلاد نفسها إن شاء الله تخص المناطق الشمالية للبلاد ودخل الأيام المقبلة إلى غاية نهاية فصل الرابع الـ 22 من شهر الجوان تقصر حيكون حر إن شاء الله مشاهدنا بهذه التوقعات تصل لطيورقة حول التقص نعود الآن إلى أمينة لاستكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك حصيب على كل تفاصيل التي قدمتها لنا